عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق أشار مدبولي لأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإتاحة المزيد من التسيرات والعمل على تسريع عملات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية للسلع والمتاجات والمواد الخام المستوردة من الخارج وخلال الاجتماع أكدت الحكومة استمرار الجهود في تسريع عملات الإنتاج بمختلف القطاعات دعماً للصناعة الوطنية فضلاً عن تأمين المغزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية أعلنت تهيئة الاستثمار في هونغ كونغ عن اختيار مصر لفتح مكتب تمثيل لها في منطقة شمال أفريقيا وعدد من الدول العربية الأخرى تأتي هذه الخطوة تتويجاً للعلاقات المتنامية بين مصر وهونغ كونغ وتعكس تقديراً للدور المؤثر والفعال الذي تلعبه مصر في إطار مبادرة الحزام والطريقة وتؤكد على قوة وصلابة وتنوى الاقتصاد المصري كما أن هذه الخطوة من شأنها دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فطوات جادة تتخذها الحكومة نحو التحول الأقدر حيث تعمل على التوسع في افتتاح محطات التزاود بالغاز الطبيعي للسيارات وتعمل الدولة وفق استراتيجية محددة للتوسع في هذا النشاط بما يحققه من أهداف اقتصادية وبئية في طريق توجهات الدولة نحو التحول للأخضر جاء افتتاح محطتي التزاود بالغاز الطبيعي للسيارات وذلك في لطاق حدائق أكتوبر وعلى الطريق الدائرية احنا الحقيقة بنأكد ان احنا بنكون متواجدين عشان نفتتح محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علشان نؤكد للمواطن ان المحطات النهاردة منتشرة في كل المحافظات في كل المدن وفي كل الطرق علشان خطر ندي هذا الشعور وهذه الثقة بانه لما هيحول عربية للعمل بالغاز الطبيعي هتكون موجود افتتاح شهد تتشين منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي الكترونيا باستخدام نقاط البيع بديلا عن الدفع النقدي التقليدي تتميز محطة حدائق أكتوبر بتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو ألفين سيارة يوميا من خلال ست نقاط شحن والتي اقيمت بالشراكة مع الشركة إني الإيطالية كما تقدم أيضا خدمات التموين بالبنزين من خلال ست عشرة نقطة مبادرة من سيد رئيس الجمهورية ومعالي الوزير البترول والسروا المعدنية بنشر الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية وده اللي الشركة قامت بيه أنها بنحاول نوصل الغاز وننشره في جميع أنحاء الجمهورية هي موفرة جدا معايا وبتحافظ على المكنة والمحطات بتاعت غاز تك بيهت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وبتحافظ على المكنة ما بتأثرش فيها في حاجة اشتركت في المبادرة بتاعت السائرات وخدت عربية جديدة ومتحول حضرتك غاز أما محطة كارجاز المتكامل بطريق دائر الهرم فهي مؤهلة لتموين ألف سيارة يوميا بالغاز الطبيعية بواسطة أربع نقاط شحن وتموين بطاقة استعابية تصل إلى خمسة عشر ألف متر مكعب من الغاز يوميا تأتي هذه المحطات تكسيدا لخطة التعزيز من تواجد محطات كارجاز على الطرق السريعة والحيوية وفق استراتيجية الدولة في التوسع في هذا النشاط بما يحقق من أهداف اقتصادية وبئية أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع أحد البنوك بمصر بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتوضح مذكرة تفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع أحد البنوك في سنغافورة والصين في عام 2023 والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر اشتركوا في القناة